بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم إن شاء الله درسنا التكبير والتصغير تعلمنا في الدرس السابق تشابه المضلعات وعيننا المضلعات المتشابهة وأوجدنا القياسات الناقصة فيها قلنا إذا تشابه مضلعان فإن زواياهما المتناظرة رح تكون أحسنتم متطابقة أي لهم القياس نفسه وأطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة ليس لهم القياس نفسه بالضرورة إنما متناسبة يعني مثل هذه المثلثين اللي عندي الزوايا المتناظرة متطابقة لها نفس الشرطات والأضلاع المتناظرة إذا قسمناه كل ظلع على نظيره أعطاني نفس النسبة أيضا تعلمنا أنه إذا تشابه شكلان خلاص تأكدنا من هذول الشكلين أنهم متشابهين اختبرناهم زواياهما المتناظرة متطابقة وأضلاعهم المتناظرة متناسبة طبعا من يتشابه شكلين نوجد عامل المقياس بينهما اللي هو أي ظلع على نظيره أي ظلع على نظيره بأي ترتيب تريد ولكن تلتزم بالترتيب إلى آخر المسألة ممتاز إذن في عامل المقياس اللي هو أي ظلع على نظيره بينهما رح يساوي هنا اخترنا ألف على باء الظلع ألف على الظلع باء إذا كان عامل المقياس ألف على باء فالنسبة أيضا بين محيطي المظلعين المتشابهين رح تساوي أيضا إذا قسمنا طبعا محيط المظلع اللي فيه الظلع ألف على محيط المظلع اللي فيه الظلع باء التزمنا بالترتيب رح تساوي ألف على باء رح تكون نفس النسبة أيضا وفي تأكد في صفحة 129 حدد ما إذا كان كل زوج من أزواج المظلعات الآتية متشابه نوضح إجابتك ما رأيكم هنا ماذا تلاحظون؟ أحسنتم لدينا الزاوية الأولى تطابق نظيرتها الزاوية الثانية تطابق نظيرتها في الأسفل الزاوية الثالثة تطابق نظيرتها صارت في الأعلى والرابعة تطابق نظيرتها في الأعلى إذن الزاوية الزاوية المتناظرة ماذا؟ متطابقة ممتاز طيب وماذا بالنسبة للأضلاع؟ هل كل ظلع على نظيره؟ لما أقسم كل ظلع على نظيره رح يعطيني نفس النسبة هل الأضلاع متناسبة؟ هذا معناتها نشوف أول شي رح أنطلق من شرطة إلى شرطتين اللي هي ستة على أين شرطة إلى شرطتين؟ هنا كذا اللي هي ثمانية لما نبسطها ستة على ثمانية نقسم ستة تقسيم اثنين وثمانية نقسمها على اثنين رح يعطيني ثلاثة أربع طيب ثم بعد ذلك رح نقسم أيضا اللي هو من شرطتين إلى ثلاث شرطات ستة على ثمانية من شرطتين إلى ثلاث شرطات ستة على ثمانية أيضا رح تساوي ثلاثة على أربعة ثم بعد ذلك رح نقسم اللي هو من ثلاث شرطات إلى أربع شرطات ثلاثة عشر ونصف تقسيم كم؟ تقسيم من ثلاث شرطات إلى أربع شرطات اللي هو ثمانية عشر رح يساوي ثلاثة عشر تقسيم ثمانية عشر كم رح يساوي الآن الثمانية عشر لو قسمناها على أربعة كم ربعها الثمانية عشر كم ربع الثمانية عشر طبعا الثمانية عشر لا تقبل القسمة على أربعة لكن نريد إيجاد ربعها رح يعطينا كم ربع الثمانية عشر النصف الثمانية عشر تسعة ونصف التسعة أربعة ونصف إذن ربع الثمانية عشر أربعة ونصف لو أخذنا ثلاثة من ثلاث مرات من أربعة ونصف أربعة ونصف ضربناها في ثلاثة هل راح يعطينا ثلاثة عشر ونصف؟ هل راح يعطينا ثلاثة عشر ونصف؟ طبعا أربعة ونصف إذا ضربناها في أربعة راح يعطينا ثمانية عشر طيب أربعة ونصف إذا ضربناها في ثلاثة بيعطينا ثلاثة عشر ونصف أربعة ونصف وأربعة ونصف تسعة زائداً أربعة ونصف ثلاثة عشر ونصف إذن ثلاثة عشر ونصف تساوي أربعة ونصف في ثلاثة وثمانية عشر تساوي أربعة ونصف في أربعة طبعاً أربعة ونصف في الباص رح تروح مع أربعة ونصف في المقام رح يعطينا الناتج أيضاً ثلاثة على أربعة طيب وبالنسبة للنسبة الأخيرة اللي هي طبعا ثلاثة أربع طبعا الآن من أربع أضلاء من أربع شرطات هنا ثم نقسمها على الظلع اللي من أربع شرطات هنا من هنا رح ننطلق من الزاوية اللي فيها أربع شرطات إلى الزاوية اللي فيها والرأس اللي فيه شرطة واحدة اللي هو سبعة ونصف رح نقسمها على نفس الشي رح ننطلق من اللي فيه أربع شرطات هنا إلى اللي فيه شرطة واحدة اللي هو عشرة سبعة هو ونصف لما أقسمها على عشرة طبعاً راح أحرك الفاصلة لليسار القسمة على عشرة يعني أحرك الفاصلة خانة واحدة لليسار راح تصير 75 من 100 اللي هي كام 75 من 100؟ ثلاثة أربع إذن ثلاثة أربع النسب جميعها متساوية إذن المظلعين متشابهين طبعاً هنا نقول النسب جميعها متساوية يعني الأضلع المتناظرة متناسبة إذن من واحد واثنين راح يكون المظلعين متشابهين أيضاً إذا كان المثلثين ألف باء جيم وسين صاد عين متشابهين ما طول صاد عين ما طول صاد عين مثلثين متشابهين نريد إيجاب طول صاد عين طبعاً وش قلنا؟ قلنا أول شيء نوجد معامل المقياس أو نكون نسبة لو كتبنا تناسب هنا يعني نوجد معامل المقياس كيف؟ أول شيء راح نقسم أي ظلع من اللي فيه المجهول الآن أي ظلع من اللي فيه المجهول على نظيره راح أقسم اللي هو سين صاد مين نظير سين صاد؟ الحرف الأول مع الثاني اللي هو ألف باء راح أقسمها على ألف باء إذا راح أقسم سبعة وعشرين تقسيم أربعة وثلاثون تقسيم أربعة وثلاثون إذا قسمناها استخدمنا الآلة سبعة عفواً ألف باء ستة وثلاثون ألف باء ستة وثلاثون إذا راح نقسم سبعة وعشرون تقسيم ستة وثلاثون كم راح يعطينا الناتج هنا؟ كم؟ طبعاً كلها تقبل القسمة على ثلاثة هذه تقسيم ثلاثة وهذه أيضاً تقسيم ثلاثة سبعة وشرين تقسيم ثلاثة راح يعطينا تسعة أو نقسمها كلها على تسعة العامل المشترك الأكبر تسعة راح أقسم سبعة وشرين على تسعة وستة وثلاثين على تسعة راح يعطيني سبعة وشرين تقسيم تسعة ثلاثة و36 تقسيم تسعة أربعة إذا معامل المقياس ثلاثة أربعة معناه طول صادعين لاحظوا هنا عشان أوجد المجهول الضلع المجهول عامل المقياس أضع في الأعلى ضلع من المضلع اللي فيه الضلع المجهول اللي هو هذا السبعة وعشرين وفي الأسفل من المضلع الثاني إذن صادعين سريعا رح يساوي من نظيرة صادعين الحرفين الأخيرين اللي هي باء جيم اللي هي رح تساوي باء جيم اللي هي ثمنتعشر صانتي مضروبة في عامل المقياس اللي هو ثلاثة على أربعة إذا بسطنا ثمنتعاش قسمناها على اثنين رح يعطينا تسعة وأربعة إذا قسمناها على اثنين رح يعطينا اثنين ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين على اثنين سبعة وعشرين على اثنين كم سبعة وعشرين على اثنين كم 27 على 2؟ كم نصف 27؟ كم قيمتها نصف 27؟ العشرين نصفها عشر والسبعة نصفها ثلاثة ونصف إذن ثلاثة عشر ونصف الناتج ثلاثة عشر ونصف درسنا لهذا اليوم التكبير والتصغير التكبير والتصغير سنرسم صورة ناتجة عن تكبير شكل أو تصغيره المفردات التمدد ومركز التمدد والتكبير والتصغير لدينا نشاط يبين الشكل المجاور ورقة مربعات مقسمة إلى وحدات طول ضلع كل وحدة منها نصف سنتيمتر طول الوحدة هنا نصف سنتيمتر وبذلك تكون مساحة كل مربع تساوي كم؟ مساحة كل مربع نصف في نصف سنتيمتر مربع نصف في نصف رح تساوي ربع سنتيمتر مربع أهد رسم الشكل على ورقة مربعات باستعمال مربعات أبعادها واحد سنتيمتر في واحد سنتيمتر استعمل النقطة ألف كنقطة بداية نريد نفس هذا الشكل تتبع نفس الشكل لكن ورق المربعات تأكد من أن المربع الواحد طول ضلعه واحد سنتيمترا رح طبعا ترسم بهذا الشكل تأتي من هنا إلى طرف المربع هذا ثم هكذا تتبع نفس الشكل بس على القياسات الجديدة رسمناه مكبر اللي هو الظلع المربع هنا ظلع المربع لدينا هنا واحد سنتيمتر قس الأطوال المتناظرة في الشكل الأصلي والشكل الجديد وأقارن بينهما أريد أن أقيس الأطوال المتناظرة في الشكل الأصلي الشكل الأصلي مثلا هنا عندي هذي كم؟ مربعين يعني واحد سنتيمتر طيب في الشكل الجديد مربعين يعني كم؟ اثنين سنتيمتر لأن المربع هنا بنص فمربعين واحد المربع في هذا الشكل بواحد سنتيمتر فالمربعين باثنين إذن هذه بتكون هذا طولة واحد سنتيمتر هذا بيكون طولة اثنين طيب صف العلاقة بين القياسين وكيف تربط هذه العلاقة بالتغير في أبعاد ورقة المربعات؟ ما العلاقة بين القياسين؟ أن كل قياس يساوي القياس الأصلي مرتين كل قياس في الشكل الجديد يساوي الأصلي مرتين لماذا؟ لأن الورقة الثانية الجديدة أصلاً المربع الواحد فيها ضعف اللي هو المربع في يعني مرتين من المربع في الورقة الأولى ما أبعاد ورقة المربعات التي يجب استعمالها لإنشاء نسخة جديدة من الشكل بحيث تكون أبعادها مساوية أربعة أمثال الأبعاد المناظرة لها في الشكل الأصلي ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ إذن عندنا حنا الشكل هذا اللي هو بعد الواحد فيه اللي هو يعني طول المربع ضلع المربع نصف سنتيمتر نريد نحن الآن أربعة أمثال الرسمة رح تكون أربعة أمثال الرسمة هذه اللي عندنا يعني النصف رح أضربها في كم؟ أحسنتم النصف رح أضربها في أربعة رح يعطينا ثنين سنتيمتر ما أبعاد ورقة المربعات التي يجب استعمالها لإنشاء نسخة جديدة من الشكل اللي هو ثنين سنتيمتر أبعاد المربعات كل مربع ثنين سنتيمتر الآن لازم يكون كل مربع ثنين سنتيمتر عشان تكون الرسمة أربع مرات مثل الرسمة الأصلية أربع مرات مثل الرسمة الأصلية غربنا الأربعة في أبعاد الرسمة الأصلية طيب أبعاد الورقة رح يكون على حسب الشكل مع أبعاد المربعات هنا رح يكون 2 سنتيمتر تسمى الصورة الناتجة عن تكبير شكل معطى أو تصغيره تمدداً أنا وش سويت هنا للشكل؟ مددته طبعاً التمدد يطلق على التكبير والتصغير التمدد هنا لدينا يطلق على التكبير وأيضاً التصغير والصورة الناتجة عن التمدد تشبه الصورة الأصلية هذا علاقة درسنا اليوم بالدرس الماضي صورة الناتجة ليه لأن كل ظلع يزيد أو ينقص بنسبة ثابتة عن الشكل الأصلي يعني العلاقة أو النسب بين الأضلاع المتناظرة نقول أن الأضلاع المتناظرة متناسبة أن الأضلاع المتناظرة هنا متناسبة يعني زي هنا هذه طبعاً نص ونص واحد وهذه واحد واحد اثنين لو قسمنا هذا الظلع على نظيره بيعطينا كم؟ واحد على اثنين أيضاً هنا هذه تقريباً مربعين يعني واحد وهنا اثنين طيب هذه أيضاً واحد وهنا تصير اثنين طبعاً هي خذت مربعين بس أكبر المربع نفسه أكبر أصلاً طيب وهذه أيضاً واحد لأنها نصف ونصف وهذه اثنين هذه واحد وهنا اثنين التي تقابلها وهكذا فكل ضلع في الشكل الأصلي عبارة عن نصف نظيره في الشكل الجديد والعكس كل ضلع في الشكل الجديد ضعف نظيره الأصلي يعني معنات أن الأضلاع بينهما متناسبة الأضلاع بين الشكلين متناسبة لذلك نقول أن الشكلين متشابهين الشكلين متشابهين طبعاً هنا هنا هذه رح تكون أكبر من واحد أكبر من واحد قليلاً يعني تقريباً قلنا واحد اللي هي أكبر من واحد وهنا رح تكون أكبر من اثنين أيضاً يعني تقريباً قربناها إلى اثنين وهكذا إذن في التكبير والتصغير الشكلين الشكل الناتج مع الشكل الأصلي متشابهين اتفقنا وهذا يعني أن الأبعاد المتناظرة فيها متناسبة ويشير مركز التمدد إلى النقطة الثابتة التي تستعمل في القياس عند تعديل قياسات الشكل مثل اللي هنا في رسمتنا في النشاط وش النقطة اللي استعملناها كنقطة بداية أحسنتم اللي هي النقطة ألف هي النقطة ألف اللي انطلقنا منها وكبرنا الشكل أو لو أردنا تصغيره وتسمى النسبة بين طول الصورة إلى طول الشكل الأصلي مش سميناها النسبة حتى قلنا في بداية الحصة اليوم لما أقسم أي ظلع على نظيره يعني الطول الآن نحن لدينا شكل أصلي وصورته يعني ظلع ونظيره سميناه عامل مقياس عامل المقياس سميناه اليوم راح نسميه عامل مقياس التمدد راح نسميه عامل مقياس التمدد لأن التمدد شكل ينتج من شكل لديك أعطيك شكل وأنت تنتج للشكل الثاني الذي يتمدد يعني سواء تكبير أو تصغير واضح عزائي الطلاب عزائي الطالبات فالتمدد لابد من وجود ماذا؟ نقطة ثابتة تستعمل في القياس وعامل المقياس راح نسميه عامل مقياس التمدد رسم التمدد انسخ المظلع المرسوم جانباً على ورقة مربعات ثم مرسم صورة له باستعمال تمدد مركزه ألف وعامل مقياسه الثنين مركزه ألف يعني بننطلق من ألف وعامل مقياسه الثنين معنات كل ظلع لدينا هنا في الشكل الأصلي رح يكون الشكل الجديد الظلع أي ظلع في الشكل الجديد اثنين من الظلع في الشكل الأصلي كيف رح نسويها؟ يعني الآن لدينا هنا ألف با مربع واحد في الظلع الجديد في الشكل الجديد رح يكون مربعين الظلع ألف با رح يكون مربعين طبعاً ما رح نسميه النقطة با رح نسميها ماذا؟ با داش صورتها با شرطة صورة النقطة طبعاً ألف في مركز انطلاقتنا وهكذا بالنسبة لبقية النقاط نشوف رح نرسم نصف المستقيم ألف با بحيث يمتد إلى نهاية الورقة ارسم الآن عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تعال إلى النقطة ألف واتجه منها إلى النقطة با وارسم ماذا؟ ارسم نصف مستقيم ممتد إلى نهاية الورقة عطي نفسك مجال في الرسم ثم بعد ذلك عامل المقياس كم؟ اثنين يعني أجي إلى طول ألف با الأصلي وأقيس زيه مرتين ابتداء من وين؟ من بعد ألف با ولا من ألف نفسها؟ أيضاً من ألف نفسها نقطة انطلاقتنا يعني الآن هذه مربع واحد من ألف إلى با مربع واحد الآن أقيس من ألف على امتداد ألف با مربعين المربع أضربه في اثنين يعني مربعين فبيكون عندي هنا صورة با شرطة نفس الشيء بالنسبة إلى مين؟ إلى دال أمد نصف مستقيم نفس الشيء رح نستعمل المصطرة طبعاً في تعيين النقطة با شرطة على ألف نصف المستقيم ألف با بحيث يكون ألف با داش يساوي ألف با داش يساوي اثنين من طول ألف با نكرر الخطوتين واحد واثنين للنقاط جيم شرطة ودال شرطة يعني رح ننطلق من ألف إلى دال ونرسم نصف مستقيم ثم نجي نشوف ألف دال كم؟ مربعين أرجع الألف اللي هي مركز التمدد وأقيس مربعين في اثنين أربع مربعات هذه دال شرطة طيب بالنسبة لجيم نفس الشيء نمد بهذا الشكل نقيس كم؟ هنا لدينا الطول نضربه في اثنين ثم بعد ذلك نرجع من ألف ونقيس نفس الناتج اللي نتج لنا إلى جيم شرطة نوصل النقاط اللي حددناها ببعض رح يعطينا الصورة الجديدة هذه النقاط هذه بقى شرطة جيم شرطة دال شرطة لاحظوا هنا جيم رسم نصف مستقيم المسافة هذه من ألف إلى جيم ضربها في اثنين ثم هذا الناتج رح بدأنا الحسبة من عند ألف يعني من ألف إلى جيم شرطة من ألف إلى جيم شرطة تساوي اثنين من ألف إلى جيم طيب ثم بعد ذلك نصل النقاط اللي تكونت لدينا هنا نصلها ببعضها البعض يتكون لدينا الصورة الجديدة اللي هي هذه الصورة نطبق ارسم مثلثا كبيرا عين لامزين على ورقة مربعات ثم ارسم صورة له بعد إجراء تمدد مركزه عين وعامل مقياسه ربع رسمنا الشكل مثلث أي مثلث اختياري عين لامزين واضح؟ طبعا مركز التمدد رح يكون عين معامل مقياس التمدد اللي هو ربع يعني نأتي إلى عين لام ونقيس كم مربع عندنا؟ واحد اثنين ثلاث اربع مربعات ربع الاربع مربعات مربع واحد بتصير صورة لام اللي هي لام شرطة هنا طيب أيضا نمد من عند عين إلى زين كم الطول هنا؟ طبعا لو جينا الآن نحن هذا مثلث قائم الزاوية يعني ها الآن بالنسبة لهذا الظلع هذا اللي هنا مثلث قائم الزاوية بالنسبة لهذا الظلع كم مربع واحد؟ اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان مربعات راح نقيس هنا مربعين اللي هي ربع الثمانية ربع الثمانية كم؟ اثنين ثم نوصلها بالوتر هنا الوتر راح يكون اللي هو مشترك نفس الشيء هنا لو حسبنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واضح؟ يعني كم راح ناخذ ربع الثمانية اللي هي أيضاً اثنين أخذنا منها يعني الآن هذه كذا ربع اللي هو وهذا نفسه وهذا نفسه وهذا نفسه أبأخذ ربع بس فهذه مين؟ اللي هي زين شرطة وهذه لام شرطة أين عين شرطة؟ تقع على عين نفسها لأنها هي مركز التمدد هذا هو الشكل الجديد طبعاً كبرناه ليتضح لديكم الرسم في المثال الأول إذا كانت إحداثيات النقطة ألف هي صفر و صفر فإن الجدول أدناه يبين إحداثيات النقاط المتناظرة في الشكل الأصلي والصورة لاحظ أن إحداثيات الصورة هي ميم سين وميم صاد حيث ميم هي عامل المقياس إحداثيات الأصلية ثنين و صفر وإحداثيات الصورة أربعة و صفر شو العلاقة هنا؟ كأني ضربت السين في اثنين والصاد في اثنين إحداثيات الصورة الأصلية عفواً ثنين و اثنين والصورة أربعة و أربعة مش العلاقة أيضاً الاثنين ضربتها في اثنين عطاني أربعة والاثنين الثانية ضربتها في اثنين عطاني أربعة طيب باء والصفق باء اللي هي صفر وواحد هل إذا ضربت صفر في اثنين بيعطيني صفر؟ نعم وإذا ضربت واحد في اثنين بيعطيني اثنين؟ نعم صفر وصفر ضربتها في كل إحداثي ضربتها في اثنين عطاني صفر وصفر إذن نلاحظ ماذا هنا عندي اثنين ثابتة ضربناها في الإحداثي السيني والصادي لكل نقطة ماذا نسمي الاثنين هنا أحسنتم طبعا لإيجاد إحداثيات رؤوس الصورة بعد إجراء تمدد مركزه صفر صفر الآن في المستوى الإحداثي نشتغل في المستوى الإحداثي رح نضرب الإحداثيات السينية والصادية للنقاط في عامل المقياس كم عامل المقياس هنا لدينا؟ اكتشفناه اللي هو اثنين أو يعطيك إياه في السؤال إذن الآن قبل قليل في المثال رسمنا تمدد في المستوى على ورق مربعات الآن رح نرسمه في المستوى الإحداثي مثل هذا المثال التمثيل البياني للتمدد نمثل بيانيا المثلث جيم كافلام الذي رؤوسه جيم ثلاثة وثمانية وكاف عشرة وستة ولام ثمانية واثنين ثم نمثل بيانيا الصورة التي تمثل جيم شرطة كاف شرطة لام شرطة الناتج عن تمدد عامل مقياسه يساوي نصف طبعا أول شيء مثلنا المثلث الأصلي اللي هو جيم كافلام مثلناه على المستوى الإحداثي ثم ماذا عملنا؟ أتينا إلى النقطة جيم ضربنا كل إحداثي لها سيني وصادي في معامل المقياس اللي هو نصف الناتج اللي هو جيم شرطة مثلناه مرة أخرى وهكذا بالنسبة الكاف وبالنسبة للام واضح؟ وهذه طبعا لما نتحقق نرسم ثلاث مستقيمات يمر كل منهم بنقطة الأصل وبأحد رؤوس الشكل الأصلي يجب أن تقع رؤوس الشكل بعد التمدد على المستقيمات نفسها لاحظوا هنا عشان نتأكد نضع مستقيمات تمر برؤوس الشكل الأصلي وهنا أيضا تمر برأس الشكل الأصلي الثاني وبالرأس الشكل الأصلي الثالث يوم مرت بالشكل الثلاث هذه الأنصاف المستقيمات هذه مرت أيضا برؤوس الصورة أو لا؟ أيضا مرت برؤوس الصورة معنات أن رسمنا صحيح التمدد في المستوى الإحداثي النسبة بين الإحداثيات السينية والصادية لرؤوس الصورة إلى القيم المناظرة لها في الشكل الأصلي تساوي عامل مقياس التمدد لا ننسى عزيزي طلاب الواجب 7 و 8 و 11 و 12 صفحة 135 وأيضا لا ننسى في ختام درس اليوم الرجوع إلى بوابة عين التعليمية للاستزادة والاستفادة منها شكرا جزيلا أعزائي الطلاب والطالبات مربة عين التعليمية